نشرح مع بعض المحاضرة 13 والي هو بتكلم عن. تمام? فاخر المحاضرة اللي فاتت كان فيه جزء كان بتكلم عن هو نفس المضمون اللي في موجود هنا. فانه مشرحتوش في المحاضرة اللي فاتت. تمام? طيب تع employer 有點 related. اول حاجة هنا عندنا حاجة اسمها computer graphics. يعني اي اي؟ يعني اي رسمة بتظهر عندنا على المهم او صورة دي بنسميها ايه؟ يسميها كمبيوتر جرافيكس. فالكمبيوتر جرافيكس ده عبارة عن ايه يعني صورة اه سناقية الابعاد صورة انت بتشوفي صورة كده على الجهاز بتاعك. او ان انت ممكن تشوف ايه الانيميشن الانيميشن ده يكون اه ممكن تشوفي صورة سلاثية الابعاد. تمام? يعني ايه المقصود بكلمة هي عبارة عن اي صورة او اي اه صورة سناقية الابعاد او ثلاثية الابعاد. ايه هي التاسك او المهام اللي بتعملها? اول مهمة منهم اللي هي ايه الموديلنج. الموديلنج يعني ايه? يعني الشيب بتاعي. يعني ان انا اعرض الشيب بتاعي في طب بطريقة ايه? بطريقة ثلاثية الابعاد. يعني اعمل ايه? اعمل تعبير هندسي عن الشكل الثلاثي الابعاد بتاعي. الرندر بقى اللي هو ايه? اللي هي ايه اطلع صورة اه تودي اه جنريتينج تودي يعني فيه برامج اللي بيستخدم فيكم برامج الديزاين او اه الفيديوز. بعد ان بيخلص الفيديو بتاعه ويبدأ يعمل افكس كتير كده بيعمل حاجة اسمها الرندر. الرندر ده اللي هو ايه? اللي هو بيعالج له بقى ايه? المحتوى كامل وبيطلع له الشكل النهائي للامج بتاعته. تمام? اللي هي ايه بقى? ان انت ممكن تكوني عاملة شكل وشكل ده صورة عادية بس ان انت تتحكم في الحركة بتاعتها مع الوقت. يعني بقى كل ثانية مسلا يتحرك يمين اه بعدها يسار وهكزا. تمام? فدي الايه? دي اللي هي العاملات الاساسية اللي انت بتعمليها على آآ طيب ازاي بنعمل بتاعتنا او زاي بنعبر عن بتاعتنا. انا عشان ارسم الصور عندي ممكن ارسمها بطريقتين. ياما او راستر ايه الفارق ما بينهم? شايفين الصورة اللي قدامنا دي? الصورة دي هتلاقوا هنا ايه? هتلاقوا هنا مجموعة من البوينت شايفين البوينت دي اللي هي النقط? والنقط دي في بينها ايه? في بينها خطوط. كل ما بتمدي في الشكل ده او بتكبري فيه النقط دي ايه? بتتوسع الخطوط اللي ما بينها. تمام? وتكبر معاكي من غير ما يتغير شكل الخط. يعني ايه? يعني دي كده صغيرة. لو كبرتها شوية هتبقى كده. من غير ما يتغير شكلها? ابدا من غير ما يتغير شكلها. ليه بقى? لان هي اصلا عبارة عن ايه? عبارة عن نقاط والنقاط دي متصل ما بين كله نقطة والتانية ايه? كارف او خط. فكل ما بتمدي الخط ده مسحته او طوله بيكبر. فعشان كده كل ما تكبري في الصورة بتحفزي على شكلها بالضبط. شكلها مش بتغير. اما زي الصورة دي كده. الصورة دي بتبقى عبارة عن ايه? عبارة عن بيكسل. فده شكلها. لو كبرتيها هيبقى شكلها عمل كده. طب ليه شكلها باس كده? لان هي مرسومة على ايه? على حاجة زي شبكة. يعني هي ايه? يعني يلون كده في الشبكة عن دي كده الشبكة. فيها ايه? فيها بيكسل. كل مربع من دول بيكسل. فهو عاوز يرسم شكل معين. فيبدأ يلون في المربعات دي. فلما بيلون في المربعات دي ايه? بيزهروا شكل النهائي بتاعه. بس مشكلتها ايه بقى? لما تيجي تكبريها. خلاص بتوصل لمرحلة معينة ويطلح شكل الصورة ايه? احنا حتى بنقول كده عليها في العرب. يعني ايه? يعني البيكسل زي بتاعتها واضحة. فشكلها جودتها قلت يعني. تمام? احنا بنقول كده بالمصر تمام. مفيش حاجة ايه يعني علمية اسمها مبكسل يعني. بس انه ايه? كده زي ايه مصطلح كده انه ايه? ان الحاجة دي جودتها قلت. تمام? او البيكسل بتاعتها بقت ظهر قوي يبقى شكلها مش ايه? مش جودتها تمام. طيب بقى ايه بتاعها? هي الصورة يعني بعبر عنها باشكال هندسية متصلة. زي ايه? الخطوط زي الكيرف زي البار بوينت بيقول مسلا الصور اللي احنا بنعملها في البار بوينت او كده اا يعني او في الكورل درو او الصور اللي هي امتدتها اس في جي دي كلها بتبقى ايه? بتبقى ايه? بتبقى ايه? بتبقى فيكتر. طيب اما الراستر جرافيكس بقى فدي الامج الريبريزنتد از اريكتانجلر جريد اوف كالرد بيكسل. بنعبر عنها بشبكة مربعة والشبكة المربعة دي بنلون فيها ايه? البكسلز اللي احنا محتاجينها. عشان تظهر الصورة بتاعتنا. اه دي جينريكس عندي هي صور ايه? يعني يعني بتبقى طبيعية جدا. زي ايه? زي برامج البنت والفوتوشوف اللي بيرسومه. يعني دي موجودة ودي موجودة يعني. طيب في حاجة بقى اسمها كنت اتكلمت عنه برضو المحاضرة اللي فاتت. قلت ايه? قلت ان في بتاعنا بيقول انه النقطة اللي في النص دي هي ايه? هي دي زير وزيرو بتاعتنا. لكن في اللي هي ابعاد الشاشة بتاعتنا بتاعت الكمبيوتر لأ. بيقول ايه? او هو ده الايه? الزير والزيرو بتاعي. انا ما عنديش ايه? ما عنديش بالناجتف. فكلها ودي الايه? ودي الابعاد بتاعتي. اه هنا معلاش ايه رسمها? دي الرسمة بتاعته هنا. بيقول ايه? يعني مسلا هنا اه النقطة دي اللي هي ايه خمسمائة واتناشر في تلتمية اربعة وتمانين. دمام? زيرو النقطة الاخيرة دي اللي هي البعد التالت. البعد التالت لان هي ايه? طالما هي تو دي بقى البعد التالت بتاعها الصفر. اه فبيقول مسلا النقطة اللي في النص دي هي في الواقع الافتراضي بتاعنا الابعاد بتاعتها ايه زيرو زيرو زيرو. يعني موجودة ايه في النقطة زيرو. لكن في الريا عندنا في في الكمبيوتر لأ. مسلا دي عند النقطة ايه? خمسمائة واتناشر عن نقطة ايه تمانية واربعين. الزيت اكسز بتاعها بزيرو لانها ايه? تو دي. طيب ايه اللي بيستخدموا فيها الكمبيوتر جرافيكس? اول حاجة بيقول التسلية. يعني ايه? اكيد طبعا كلها شفنا الافلام الانيميشن. اكيد اكيد كلكم بتابعوها يعني او شفتوها. بيقدروا يعملوا يعني الافلام دي تتعمل ايه? بيعملوا بيبدو يحركوها. يعني ايه? يعني مسلا اي حد بيعمل اشعة دلوقتي على اي حاجة بيقدر انه هو يعني وصل انه هما يعملوا بالالوان يطلع لك كل حاجة في جسمك بلون معين. بيحسن ان هو يساعدهم ايه? في تشخيص المرض بسهولة. التدريب العلمي. يعني انا مسلا جيت اشرح انت عندي مسلا اقول القطعة دي بتتكون من كزا وكزا وطريقة توصيلها كزا. فبعمل ده ايه? بروح ارسم بتوصل المعلومة بتاعتي بسرعة. اه طبعا الالعاب. اه بتلعبي لعبة كأنك بتلعبيها بجد. او ساعة بتتحرك يمين وشمال وهي كمان بتتحرك معاكي. او تتعلم السواءة مسلا. فبتعمل زي كده كأنك بتصوء بجد بس ايه? هي عبارة عن pton يعني آآ Robotizer Interfaces بقى اللي هي الوندو دي دي كلها احنا بنعملها بالايه? بالجرافيكس. البرامج اللي احنا بنعملها آآ انتو اخدتوا الأوتوكاد اعتقد في تحضيري كنتو بترسموا بالأوتوكاد ايه? اجزاء من اجهز يعني اجزاء من مكنة او بترسمه مباني. انا ما عارش انتو بترسموا ايه بصراحة بس الأوتوكاد ده يعني بيرسم يعني اعتقد بترسموا بيه اجزاء من قطع يعني ممكن ترسموا راس إمتيוב دي بالأوتوكاد. بترسمه لصائد بيو بتاعها والبلان والاليفيشن يعني بترسمه للرسمة من اكتر من زاوية فالبرامج الكات دي اللي هي بقى ايه بتمكنك ان انت برضو ايه تعبر عن صورته دي ويحاولها لك لقيه جرافيكس يعني او الصينفيك فيجولايزاشن اا انه ايه اا يعني تعمل تمثيل مرئي علمي يعني مثلا ايه تشوفي حركة الكواكب وحركة النيازك وكاده تمام دي كده ايه بعض الامثلة اللي احنا ممكن نستخدمها فيها الكمبيوتر الجرافيكس بحياتنا بيقول برضو ايه ان في اثر تاسك في الجرافيكس زي ايه مثلا اا زي امش بروسسنج تكنيكس اللي هي معالجة الصور زي الايج دي تكشن يعني شايفين الايج دي تكشن ده دي صورة تمام عمل ايه هو اا عرف الحواف بتاعت كل جزء ورسم هنا هتلاقيه على الصورة اللي على اليمين الحواف بتاعت كل جزء منهم فعرف الحواف او عرف الحواف بتاعت الحاجة اللي موجودة رسم الحواف بتاعت كل حاجة اا امش دي نويزنج يعني بيقلل النيز اللي في الصورة يعني الصورة دي مسلا كانت متاخدة بكاميرا ومكادش واضحة ابدا فهو ايه عمل لها معالجة فهقلل النيز فيها شوية فبدأت ايه تتعرفي على ملامح الشخص ده اا الاوبجيل ديكشن بقى اللي هو ايه مش مش حضرت له صورة هنا معلاش بس ان هو عارفين الاوبجيل ديكشن ده اللي هو ايه عارفين العربات اللي هي السمارت السيارات اللي هي يعني قيادة ذاتية من غير سواق دي بتعمل ايه بتبقى ماشية عندها حاجة اسمها ايه سنسور السنسور ده بيشوف لو في اوبجيكت قدامه وانسان بيدخل يمين او بيدخل يسار فعل حسب انه لما يعمل ديكت الابجيكت ده يبدأ يغير من مصاره مسلا ده مسال على اوبجيكت ديكشن يعني طيب ايه هي العمليات النقل او اللي احنا بنعملها او التحويل في الهندسة مسلا لو شفت الصورة دي كده اللي هي طلعت لنا دي احنا عملنا ايه كان عندي المربع ده وفجأة نقلته اودته مكان تاني يعني خليني كده ايه اقول ايه اللي حصل او انا كان عندي المربع هنا عملت ايه غيرت في الاحداثي السيم بتاعه والواي بتاعه زي ما هو فعملت له ايه عملت له نقلته يبقى انت ممكن تنقلي شكل من مكان لمكن على ان ايه تغير في الاحداثيات بتاعته طيب الحاجة التانية ممكن تعملي زي دوران فالأيه بتغير بين الأتجاه الأضافي ازاي بقى يعني بتغير الاتجاه الاتجاه ده بتغيريه ازاي بقى؟ بالزوايا والله دي مثلا النقطة دي اهي كانت عاملة زاوية مثلا تلاتين دلوقتي انا عملت الروتيت بقت هي دي النقطة بقت عاملة زاوية تسعين فعملت ايه؟ غيرت الوريانتيشن بتاعتها او الزاوية بتاعتها طيب السكيلنج السكيلنج بقى اللي هو ايه بقبر الحجم او بصغاره يعني مساكت النقطة دي كده قمت سحبتها بقت هنا فلما سحبتها ايه دي كمان اتغيرت ودي كمان ايه اتغيرت يعني تكبير فالسكيلنج ايه هو تعريفه؟ ان انا اغير في بتاع الايتم بتاعي اغير في الحجم بتاعه عن اللي هو بيظهر في الشاشة يعني ايه؟ يعني اكبر الحجم او اصغاره الكليبنج بقى ان انت تعمل ايه؟ تقصي من الشكل بتاعك ده بيقولك هيا مش عامل لها صورة هنا بس ازاي؟ دلوقتي جيد انا بارسمه قدامكم صح؟ طيب انا رسمت دلوقتي وطلعت برا الحدود بداية هل هو رسم؟ لا مرسمش طب ليه مرسمش؟ لانه هو عمل ايه؟ عمل كليبنج قال لي بص انت حدودك هي السلايد دي اي خط هترسميه بعدها اندي ام مش هرسمه فانا كده عملت ايه؟ عملت كليبنج فالكليبنج انه هو ايه؟ يعرف امتى ان هو يوقف رسم يعرف حدود الشاشة بتاعته ويوقف رسم امتى؟ طيب طيب مور ادفانسد اوبريشنز فيه بقى عمليات تانية كمان اللي هي ايه؟ هيدن سيرفزز يعني ايه؟ الاسطح المخفية شايفة دي عبارة عن كورة هل الكورة دي كلها زهرة قدامك؟ لا اظاهر منها السطح فقط وسطح تاني مش ظاهر فهو ايه بقى؟ بيخفي لبعض الاسطح من بتاعتها او ان هو بيعبر عن الاشكال السلاثية او بيديسبلاينج الديبس ريليشن شاب يعني بيعرض العلاقة ما بين العمق والشادينج زي هنا كده ايه؟ ظاهر الظل والريفليكشن الانعكاس طبعا يعني لو تعرفوا حد وانسا عن ايه؟ مهندس معماري او حاجة بيبدأوا يشتغل هم على برامج زي بيعملوا بيها ايه؟ رسمة البيت يعني ممكن يوصلوا ان هم يوروك فيديو البيت هو متصمم بس يعني ممكن يوصلوا من الدقة انت لما تشوفي تتخيلين دي صور حقيقية هي مش حقيقية هي عبارة عن ايه بقى؟ يعني بيرند يعني بيعمل ايه؟ بيرسم الرسومات ويقربها جدا للواقع على قد ما يقدر طبعا ايه؟ كل سنة بتحصل في البرامج دي وبتيجي برامج جديدة آآ او في برامج قديمة بقى بتطور من نفسها طبعا عشان ايه؟ آآ تفضل يعني ايه الناس يستخدمها وكده فكل شوية بيحدثوا ايه في البرامج دي انها تكون اكثر واقعية اكتر ايه طيب نيجي بقى على ازاي انا باستخدم الجرافيكس كلاس في الجافا هو الجراف دوا انا يعني الجرافيكس كلاس ده ازاي باستخدمه في الجافا؟ قال لي انت عشان ترسمي اي حاجة على الفرين بتاعك فانت في الواقع بتستخدمي ميسود اسمها بنت تمام؟ او بنت وكمبولنت الاتنين دول بيعملوا ايه؟ بتكتب جواها الرسمات اللي انت عادة ترسميها وهي ترسمها لك فانت بتروح تعمل ايه؟ مثوت كاسمها بنت تمام؟ وجوه الميسود دي بتكتبي ايه؟ الميسود بتنادي على مثوت تانية بترسم حاجات على الفرين بتاعك الميسود بقى اللي هي اسمها بنت دي او بنت وكمبولنت انت بتتمررك جواها ايه؟ بتتمررك جواها اوبجيكت الوبجيكت ده هو ده اللي انت بتتعامل معايا بتقوله الوبجيكت ده بقى ايه؟ ارسم لي اه مربع ارسم لي مسلس هتشوف دلوقتي ايه مع بعض زي هنعمل الكلام ده الجرافيكس اوبجيكت is a device independent interface to the computer graphics display يعني ايه؟ يعني الجرافيك اوبجيكت ده مش بيعتمد على الجهاز بتاعك لا هو بيرسب حاجات من عنده هو يعني طول ارسم لي كزا او لو اللي كزا خلاص هو عنده ايه؟ عنده الميسود تاعت الرسم بتاعته عنده الكولر بتاعته فملوش اي علاقة بالجهاز اللي هو بيشتعل عليه كل الميسود بتاعته بتاعت الجرافيكس دي بتهتم ايه؟ ان هي ترسم اشكال سواء كانت الاشكال دي فيلد او ناط فيلد يعني ايه؟ يعني مسلا لما اجا اقول لك ارسميني مربع انفيلد يبقى كده خطوط طب لما ارسمي مربع فيلد لا المربع الفيلد ها هي بقى ايه؟ متعبي من جوه فيلد يعني ايه؟ من جوه متلون فانا هقدر مثلا لأ اجا اقول لك ايه؟ ارسميه لي مسلا كده في الاوفل او في الركت في الركت ده هيرسم لك ايه? هيرسم لك مربع بالشكل ده. لكن لما اقول لك ايه? بس اللي هي دي. لبقى انا هرسم لك ايه? اه شكل ايه مربع بالشكل ده. تمام? طيب اه قال لك بقى هي ايه? بتبعد اه نوعه زي ايه مسلا دي اه بتبعدها علشان ايه? عشان ترسم ايه? ترسم على الجهة الاوفل اللي هو ايه بايداوي يعني? بتبعدها علشان ترسم ايه خط على شاشة بتاعتك. تمام? اه طيب. اه الجزء ده بقى من المحاضرة. تمام? الجرافيكس في الجافا والزاي بنرسم الحاجات دي هو هنا شوية يعني مش منظم بصراحة. فانا هشرح لكم من سلايد تانية وهطبقه لكم عمل عشان تتخيلوه. لان انتو ما خدتوش لاب على الكلام ده يعني. انا مش عارفة يعني يعني خدتوا اللاب ولا لا بس المهم ايه انه هشرح لكم ايه يعني من من السلايد تانية انا اللي عملاها مش مش بتاع السلايد الفاتت لأ انا اللي عملاها عشان حتى بتاع السلايد مكانش واضحة يعني حسيت ان انا مش عارف اشرح من السلايد دي عشان اوصل للمعلومة يعني. تمام? فالمهم انه ايه هشرح لكم بقى من السلايد التانية دي علشان وهبعدها لكم برضو علشان ايه تفهموا اكتر الجرافيكس دي فيها ايه? بس اللي سلايد التانية انا محطتش فيها الجزء بتاع اللي هو ده ممكن اشرح لكم في فيديو منفصل واعملكم المثال بتاعه بس هو ده اللي انا ايه ما حطتوش فيها يعني. اما البقية المحاضرة بقى ايه فانا حطتهم فيها. تمام? اشتركوا في القناة